في الرابع والعشرين من ديسمبر عام 1951 بلدية الأمير محمد إدريس سنوسي من شرفة قصر المنار في مدينة بنغازي يعلن الاستقلال وميلاد الدولة الليبية نتيجة لجهاد الشعب الليبي وتنفيذا لقرار هيئة الأمم المتحدة وأعلن أن ليبيا منذ اليوم أصبحت دولة مستقلة ذات سيادة مدشنا بذلك البدء بالعمل بالدستور الذي أقرته الجمعية الوطنية يبدأ الشعب الليبي على أسس من حياة دستورية سليمة وفي أجواء من الحرية والكرامة مسيرة التنمية والازدهار بعد عقود من النضال والجهاد السياسي والمسلح دفع فيه الشعب الليبي أثمانا باهظة من دماء خيرة أبنائه لنيل حريته واستقلاله عقود قاوم فيها الشعب الليبي بكل بسالة مشاريع الاحتلال والوصاية والتقسيم كان من أبرزها مشروع بيفينسي فورزا الذي اتفقت فيه ثلاث دول استعمارية وقتها على تقسيم ليبيا لثلاث مناطق وصاية بحيث تتبع برغة للإدارة البريطانية وتتبع طرابلس للإدارة الإيطالية بينما تكون فيزان من حصة فرنسا غير أن الوفض الليبي المفاوضة في الأمم المتحدة بقيادة عمر فايك شنيب استطاع إقناع الدول الأعضاء برفض هذا المشروع عند تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة عليه في السابع عشر من مايو عام 1949 برز فيه صوت دولة هايتي حاسما ثم تم التصويت لاحقا على منح ليبيا استقلالها قبل نهاية عام 1951 أي في غضون عام تقريبا يتم خلاله وضع دستور للبلاد وانطلقت ليبيا بعد إعلان الاستقلال في مسيرة لم تدم أكثر من ثمانية عشر عاما حتى التفتت لها مجددا القوى الاستعمارية المتنافسة وبدأت تدخلات وضغوطات ومؤامرات توجت بانقلاب سبتمبر المشبوه عام 1969 اتتعطل على إثره الحياة الدستورية وليفقد الشعب الليبي مجددا كامل حريته وكرامته وليحرى من ثروته ويرجع لمعاناة نير الذل والقهر والحذمان على يدي أعتى طغاة العصر وأبشع الأنظمة القمعية والاستبدادية وبعد 42 عاما من المعاناة انفجر الشعب الليبي بصيحات الحرية في السابع عشر من فبراير عام 2011 ليفتك مجددا حريته بأثمان باهظة وليعاود بناء دولته الحرة المستقلة بانتخاب ممثله في المؤتمر الوطني عام 2012 متأملا هذه المرة استئناف الحياة الدستورية وبداية عهد التنمية والازدهار ولكن بدى هذا كأنه مطلب بعيد المنال فلم تمضي أشهر حتى بدأ التدخل الإقليمي والدولي من أنظمة ودول ترفض لنا فكرة الحرية والاستقلال فغذت سلسلة اضطرابات وانقلابات توجت بإعلان ما سمي اتفاق الصخرات نصب فيه مبعوث الأم المتحدة حكومة للشعب الليبي في أجل صور التدخل والوصاية الأجنبية في التاريخ وبين رافض وداعم لهذه الحكومة في ظل انقسامات وطنية وأزمات أمنية ومعيشية عسيرة تعود علينا ذكر الاستقلال لتطرح على الشعب الليبي مجددا جوهر القضية والسؤال